ألاف من الهكتارات تنتظر ومعها فلاحوها على أمل بعضهم انطلق في حراثة أرضه وبعضهم ما زال مترددا في ظل انحباس الأمطار وتتالي سنوات الجفاف من جهة وإشكاليات التزود بالبذور طلقنا في أعداد الأراضي منذ ما يقارب على الشهر لأنه مشينا باش نتصلوا بالدووين باش نأخذوا الزريعة والمتمثلة بالخصوص في الشعير لأنه النسق موجود معنتها ثمة شوية لأنه لا يفي بالحاجة والكمية يجي كاميون في الجمعة مرة ما يفيش واحد مشي يأخذ 20 قنطار والسلسين قنطار يأخذ سبعة شكاير ثمانية شكاير هناك ما عودش منشجع وباش ناجم نزرع مدني ما تماشي الزريعة نمشي من نهار لفنين لنهار الجمعة نأخذ خمسة قنطار أنا مسحق 150 قنطار الشعير مش نزرع كل الأرض حاضرة كل شي قاعدين نستنوا واللي تفشلت والفلوس ما تماشي لجاح ما عطوناش نتاعنا ما عنديش تجيع أخلاص الوضع صعب جدا فهمني والفلاحة معناها متخوفة بالنسبة للعام الفلاحي معناها السناء معناها أمر يبعث على الحيرة ناش عارفين معناها شنو الحل معناها بالضبط وتشهد مراكز التزويد بالبذور التي يزودها ديوان الحبوب اكتذاظا رغم توفر البذور وهو ما يتطلب تزود المجمعين والمزودين من ديوان الحبوب حسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف هو الفلاح بموقت اللي يمشي هو يشد الصف وهو حاجته بخمسين ولا ربعين قنطار ولا ثاني يوخذ خمسة قنطر يعني بتبيعها بش تكون بثم اشكاليات كبيرة احنا فلاحتنا توقع دين يتزودوا يعني مش فلاحة كل يوم مرة في الأسبوع يعني كي يجي هو يشد الصف يوميا يتزود مرة في الأسبوع ويوخذ العشر متاع كمية زريعة متوفرة بذور متوفرة لكن الفلاحة ما هي ما يتوصلوش وذي يراجع بالأساس وأن المجمعين في الهلاصة اللي يزمهم يكونوا يعني يعملوا وصالة تزود من ديوان الحبوب باش ينجموا يتوصل الفلاح بالنسبة للمراكز الفرعية كل الموجودة في المعتمديات فهي نقص كبير برشة هذاك علاج دعوة للمجمعين باش يكونوا هم ينخرطوا معنا ويمشوا يعني يعملوا وصالة تزود يصبوا فلوسهم يشتروا من ديوان باش البذور هذه يتوصل الفلاح وفي انتظار إيجاد حلول تؤمن التزود بالبذور يبقى الأمل قائما في نزول الأمطار وتجاوز النقص الحاصل في إنتاج الحبوب المسجل في السنة الماضية والذي قدر بستين بالمئة مقارنة مع النتائج المسجل سابقا في وقت يبلغ فيه استهلاك تونس من الحبوب ثلاثة فاصل أربعة مليون تون سنويا